بين تهويل وسائل الإعلام الأمريكية وتهوين دونالد ترامب له تتواصل تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي استهدف عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات آخر تغريدات الرئيس الأمريكي حول الموضوع جاءت مخالفة للرأي العام الأمريكي دونالد ترامب اتهم الصين بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني لكن بيكين تنفي الاتهامات جملة وتفصيلة لقد قامت الولايات المتحدة بتسيس قضية الأمن السيبراني دون أدلة قاطعة واستمرت في نشر معلومات كاذبة في محاولة لتشويه صورة الصين بالنسبة للكثير من الأمريكيين بمن فيهم أعضاء الكونغرس فإن الروس هم العقل المدبر للهجوم الإلكتروني الذي وصفه وزير الخارجية مايك بومبيو بأسوأ هجوم تجسسين على الحكومة الأمريكية لقد ظل البيت الأبيض صامتاً رغم انكشاف الحقائق يوماً بعد يوم لا أدري لماذا لم يشير الرئيس إلى الروس المتورطين في انتهاك الأمن السيبراني أما الرئيس جو بايدن فقد توعد المتورطين في الهجوم الإلكتروني كبير موظفية البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب برون كلاين أعلن عن اتخاذ خطوات لتحجيم قدرات الفاعلين على تكرار هذا النوع من الهجمات ترجمة نانسي قنقر